حاجة أمو الاختراع، ولكن في هذه الحالة إنها الحاجة إلى التميز إذ أعلنت شركة شاكو بيرفيوم اليابانية عن تطوير تطبيق على جهاز الآيفون يتيح للمستخدم إرسال روائح وعطور لطرف آخر متلقي اختراع فريد في نوعه، ولكن من الممكن أن يلقى رواجاً مع كل هذه التطورات في حقل الاتصالات ولكي تتمكن من استعمال هذه الخدمة، فكل ما عليك فعله هو شراء التطبيق الذي يكلف أكثر من 62 دولار أمريكياً وتحميله على جهازك الخاص وفي كل مرة تريد إرسال أحد الروائح كهدية للطرف الآخر، ستضطر إلى تحميل مرفق جديد من موقع الشركة ولتفسير كيفية عمل هذا التطبيق، ذكرت مجلة تعم الأمريكية أن الشركة اليابانية طورت جهاز صغيراً يتم تركيبه على مداخل الشحن الكهربائي في أي هاتف آيفون ويكون قادراً على استقبال رسالة من هاتف آخر تأمره ببخ رائحة معينة يكون المرسل قد اختارها من بين العديد من الروائح المعرفة بالتطبيق لإرسالها إلى الهاتف المتلقي اختراع قد يشكل ثورة في عالم الاتصالات ولكن مما لا شك فيه هو تأثيره الكبير على حياتنا اليومية كمستخدمين طواقين لهذه الهاتف الزكية رتا سليمان العربية